اشتركوا في القناة مرحبا شكرا كتأتي لهذا النقاش لا بد أن نعود لفترة النشأة والنضش لكن باقتضاب ونمر إلى ما بعد سنة 2011 وهذا ما يهمنا خاصة عندما تقلد حزب عدالة والتنمية الذي ينتمي لنفس العائلة مقاريد الحكم فما الذي تغير بالنسبة إليكم مقارنة بما قبل 2011 وما بعد 2011 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين أشكر أستاذ سامير شوقي وبرنامج الحواري في الصميم على قناة أوريزون تيفي بالنسبة لحركة التوحيد والإصلاح التي نحتفي هذه الأيام بالذكرى عشرين لتأسيسها المتجدد ما قبل 2011 وما بعد 2011 لا يمكن أن أقول أنه كان هناك تغيير كثير جدا لكن حدث لوحدة سنة 1996 شكل محطة بارزة بالنسبة للمدارس العمل الإسلامي سواء في المغرب أو داخل أو خارجه من خلال تجربة توحيد تنظيمين إسلاميين كان يعملان في نفس الفضاء المغربي وتم الاندماج وشهدت الحركة عدد من التطورات عدد من التحولات ورغم أنه قبل سنة 2012 لم تكن تحصل مركزيا وعدد منفورها على الوصل القانوني لممارسة مهمها إلا أنها كانت تتصرف في الواقع المغربي أنها قانونية وأنها تعمل في إطار الوضوح والعلنية طبعا بعد تولي حزب العدالة والتنمية على إثر انتخابة 2011 تدبير الشأن العام حصلت سنة 2012 على وصلها القانوني على المستوى المركزي والآن وضعيات قريبا ليس هناك إشكال فيها استمرت في عملها العلني الواضح في إطار المشاركة تغير طبعا الجو العام أصبحت أنشطتها أكثر حضورا لم تعد هناك عراقيل كبيرة أمام فروعها لكن الحمد لله في مصاريها وفي منهجها ما زال مستمرا وما زال قائما طيب يقولون أنه بعد يناير 2012 عندما تقلد حزب العدالة والتنمية الحكومة وصار يدبر شأن العام المتغير أو المستجد الذي وقع بالنسبة للحركة هو ما يصطلح عليه بتأثير الحركة على الحزب من خلال بعض القرارات السياسية أو حتى المنهجية على كل حال حسب خصوم حزب عدالة والتنمية ويتهمونكم بخلط أنتم كحركة حركة وحزب عدالة والتنمية أنتم إثنين يتعلمونكم بخلط الدعاوي بالسياسي فإلى أي حد يمكن أن تجيبوا عن هذا أولا هذه القضية قضية الدعاوي السياسي هي كانت من القضايا التي حضيت بالنقاش قبل سنة 2012 وقبل سنة 2011 داخل حركة توحد الإصلاح وهي من نقاشات الدائرة في مدارس العمل الإسلامي عموما وحركة توحد الإصلاح اتخذت فيها في نهاية التسعينات وكذلك في بداية العشرينية قرارات أعتبر بأنها تجديدية في مدارس العمل الإسلامي وهو ما اصطلحت عليه بالتمايز بين الدعاوي السياسي وفي أول يوم من الأيام الأولى لتأسيس أو للدخول أعضاء من حركة توحد الإصلاح في الحزب الذي كان يسمى أنذاك الحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية كان هناك قرار بالتمايز بين الهيئتين وهذا التمايز عنده تخذ مصاراً تطور لكنه منذ أول يوم هناك استقلالية في القرارات استقلالية في اختيار الهيئات واستقلالية في تمويل الهيئتين ليس هناك أي تداخل بينهم على هذا المستوى طبعاً هناك بعض الأعضاء المشتركين قد يكونون هناك وهنا لكن لم يكن في يوم من الأيام لا قرار حركة توحد الإصلاح ولا قرار هيئات العدالة والتنمية متأثراً بجهة خارجية سواء كانت حركة توحد الإصلاح أو بالنسبة لحركة سواء كانت حزب عدالة والتنمية هذه من الصياغ أقول الحديثة في تنظيم العمل هناك تميز لكن بعض الخصوم بعض المنافسين يريدونها بالنسبة إليها في إطار تشويش وهم يتحدثون عن الفصل ونحن نقول أن الفصل غير ممكن بين الهيئات إلا إذا منعنا الانتماء المزدوج بين الجمعيات وبين الأحزاب السياسية يبقى على المستوى التصوري لا يمكن لحركة توحد الإصلاح وهي تتحدث عن الإسلام وعن قيمه وعن أحكامه أن يكون لها فصل على المستوى التصوري بين ما هو سياسي وما هو ديني لأن هي تشتغل هي تهتم بالجميع لكن على المستوى العملي أعضاؤها الذين يمارسون العمل السياسي داخل حزب العدل والتنمية لا يتلقون أي توجيهات ويمارسون عملهم داخل الحزب السياسي الذي ينتمون إليه بكامل الاستقلالية وبكامل الحرية وهذا ما يعطي غنى لهذه التجربة ونعتبرها نموذجية في هذا الإطار وهي بالنسبة لي غير مسبوقة سواء في المغرب أو في العالم الإسلامي البعض لا يقتنع بمسألة هذا الاشتراك المزدوج أو العمل المزدوج داخل الحركة وداخل الحزب لأنه في النهاية لابد أن يكون هناك بعض تداخل أو تغليب مصلحة ما لفائدة الحركة أو لفائدة الحزب مع تدبيرشان هذا الخلط ممكن أن يؤدي إلى بعض انزلاقات ولكن كما قلتو ممكن يكون بعض الأعضاء في الحركة وهما في نفس الوقت أعضاء في الحزب ولكن ما ربما يجعل البعض أكثر حدة في انتقادي بهذا الخصوص هو وجود بعض الوزراء في الحكومة كأعضاء مؤترين في الحركة وهذا ربما يمكن أن يغدي هذا الخلط ألا تعتقدون أنه كان من الأجدى على الوزراء أن يقدموا استقالته من الحركة ومتى انقضت فترة تدبير المشكلة يمكن أن يعودوا درءا لكل خلط أولا أدقيق في قضية الانزلاقات التي يمكن أن تحصل لحد الآن لم تحصل أي انزلاقات من هذا القبيل لم يحصل فيه من الأيام أن تأخذ قرار داخل حركة توحد الإصلاح وتم فرضه على حزب عدل وتنمية أو تأخذ قرار عدل وتنمية من أجل التأثير على قرارات داخل حركة توحد الإصلاح أو قدمت خدمة من الخدمات بطريقة غير قانونية أو غير مقبولة هذا لم يحدث إلى حد اليوم وأما بالنسبة لاشتراك الأعضاء فمثلا على مستوى المكتب التنفيذي للحركة مع الأمانة العامة للحزب هناك يعني اشترك في عضوين أو ثلاثة على أبعاد تقدير من أصل ربما أزيد من عشرين عضو في الأمانة العامة وأزيد من عشرين عضو في المكتب التنفيذي كيف يمكن لعضوين أن يكون لهم تأثير داخل هذه الهيئات هم أعضاء داخل حركة توحد الإصلاح كانوا مسؤولين وقياديين ويتم اختيارهم على كفاءتهم في المجالات التي يحتاجونها ولكن ليس بصفتهم السياسية لا أقول أنه لم يكن في يوم من الأيام يعني آراءهم أو قرأوا ما يتخذونه من مواقف تؤثر على الحركة يدلون بآراءهم والحركة معروفة على أنها حركة تدبر قراراتها وتدبر اختياراتها بطريقة شهورية ديمقراطية تعمل فيها آلية الأغلبية عند حدوث الاختلاف وطبعا قيادة الحركة يعني لا أقول أغلبية أكثر من 90% منها كلها ليست لها مناصب سياسية ولا تشتغل أصلا بالمجال السياسي لا أعتقد أن هذا الذي يؤثر ربما الذي يعني يريده الخصوم هو أننا كحركة توحد الإصلاح تعلن أنها لديها شركة استراتيجية مع حزب العدالة والتنمية وأنها تدعمه في المحطات وفي الاستحقاقات التي يمر منها المغرب والتي كلها أثر على مستقبلي وهذا ربما يعتقد الكثير بأنه يغلي بكفة العدالة والتنمية أما قضية تأثير في القرارات فهذا غير موجود طيب أنا من حق الحركة بطبيعة الحال أن تدعم حزب العدالة والتنمية هذا من حقها لكن أنا كإعلام يزعجني أن يكون ولو فرض واحد في الحكومة عضوا في الحركة كيفما كانت هذه الحركة؟ كما قلت درءا لكل اتهام أو لكل إشارة بالأصبر كان من الأشدر على الحركة أن تتفادى هذا وأن تضع في أدبيتها أن العضوية الأمانة العامة للحركة تقتضي الاشتغال بمناء عن تدبير الشأن العام ربما باش تتفادى هاد الأمور كلها أعتقد اليوم لا كان عضو الأجوج هم اللي في هاد الوضع هذا كان بإمكانهم يقدموا استقالته ويرجعوا من بعد باش نكونوا فإن نشتغلوا في واحد الأيطار في كل وضوح وما فيش الشكوك ومع الأسف أن الشكوك هي اللي كتغضي الساحة السياسية اليوم مع ذرا حتى لو جارينا هذا الرأي فإن الشكوك ستظل لأنه نحن نعمل في إطار الوضوح ونقول هؤلاء أعضاء بكامل الوضوح وليسوا أعضاء مخفيين أو هناك قرارات هؤلاء أعضاء في العدل والتنمية وأعضاء في حركة تحلي إصلاح لكن يمارسون مهامهم وبسؤوليتهم في كل هيئة بكل استقلالية عن الأخرى أما حتى ولو أجرينا هذا الفصل التام كما يصطلح عليه ستبقى دائما الاتهامات من طرف من لا يريد أن يقتنع وأقول لك أن هذه القضية نحن أعملنا فيها نسبة كبيرة من التنافي مثلا لا يمكن لرئيس الحركة لنوابه أو لأي هيئة مسيرة لحركة تحلي إصلاح في أي مستوى مستوىات جهوية أو المنطقية أن يكون عضو في هيئة مسيرة للعدل والتنمية أن يكون رئيس هنا أو هنا أو أن يكون الرئيس عضو في الأمن العامة ونوابه وبعض المهام التي هي أساسية أغلب هؤلاء الإخوة المشتركين تكون لهم مهام استشارية نظرا إما لتاريخهم أو إما لعطائهم سواء كان إعلاميا أو فكريا أو إنتاجيا وليكن لهم أصحاب المناصب السياسية المؤترة غير حاضرين في هيئة الحركة سواء المسير أو غيرها طيب الحركة انطلقت هذه عشرين سنة في صيغاتها الجديدة عشرين سنة في تاريخ المغرب عرفت عدة تحولات انطلقتم مع المرحوم الحسن الثاني في سياق سياسي معروف بعد ذلك اعتلى العرش الملك محمد الساديس تغييرت عدة أمور سواء من حيث المجال السياسي أو الاجتماعي في المغرب ووقعت عدة تغييرات منها مثلا مدونة الأسرة فانتما واش في ظل هذه المتغييرات أقدمتم على مراجعة أدبياتكم التي انطلقتم عليها في الأول شكرا على هذا السؤال أولا أول مراجعة كبيرة قامت بها حركة تحني أصلاح هو بمناسبة لوحدة سنة 1996 حيث أنه كان من مبادئها الأساسية وأسسها الثلاث التي تم التأسيس هذه الوحدة عليها ثلاث المرجعية العلية للكتاب والسنة القرار بالشورى أي بالأغلبية والمسؤولية بالانتخاب وكانت مناسبة لمراجعة كافة الأدبيات التي كانت عليها التنظيمات السابقة سواء على مستوى التصورات والأفكار والمواقف وكذلك على مستوى أمور تنظيمية لكن خلال هذا المصر إلى 20 سنة أيضا حدثت أعداد من المراجعات بعض الوتائق التي خرجت مثلا هناك ميثاق حركة تحديث لائك هناك رؤية تربوية رؤية سياسية رؤية الدعوية لكن حدثت تطورات مثلا في 2003 استدعت منها بعد الأحداث الإرهابية السطاشماي استدعت منها تحديد وتدقيق عدد من القضايا فأصدرنا ورقة توجهات واختيارات وتحدثنا فيها عن كيف تنظر الحركة لنفسها كجمعية كيف تنظر للمغرب للشعب المغربي لقضية ديمقراطية الحداثة قضية حقوق الإنسان قضايا المقاومة الفلسطينية وغيرها هذه كانت في تلك المرحلة في سنة 2011 أيضا على المستوى السياسي بعد الحركة الديمقراطية الذي شهده المغرب شاركت الحركة بوثيقة قدمتها لليجنة إصلاح الدستور لليجنة التي كانت مكالفة واستقبلت هذه اللجنة واستقبلت وفد عن حركة تحسن قدم فيها رؤية الحركة للإصلاح الدستوري في عدد من القضايا وكان فيها اجتهادات جديدة في المجال السياسي أيضا هذه فقط نموذجين والآن في آخر لقاء لنا في الصيف الماضي لقاء مطول يعقيد والمكتب التنفيذي طرحنا للمراجعة وثيقتين أساسيتين بعد هذا 20 سنة ووثيقة الميثاق ووثيقة الرؤية السياسية على اعتبار أن الواقع المغربي تكسب الحركة نضجها الفكري تحقق فيه شيء الكثير وإستدعي مننا أن نراجع عدد من وثائقنا على ضوء هذه التطورات وهتان السنة المتبقيتان في عمر هذه المرحلة التي أتولى فيها رئاسة الحركة ستخضع هذا تاتا الوثيقة للمراجعة والتشاور الموسع وثم للاعتماد إن شاء الله في الهيئات المانية طيب المملكة المغربية ضاربة في عمق التاريخ تتميز بإمارة المؤمنين ما رأيكم في هذه المؤسسة؟ وما هي علاقتكم إن كانت هناك علاقة مع المجلس الأعلى العلمي؟ ولن قضية إمارة المؤمنين هذا أمر محسوم بالنسبة إلينا سواء على مستوى ميثاق الحركة على مستوى رؤيتها السياسية ومن الأحداث الكبرى التي ربما يغفل عنها العديدون في تاريخ هذه الحركة أنه بمناسبة تولي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس العرش عند انتقال الملك إليه كانت الحركة قد أصدرت وآن ذاك كان أستاذ أحمد الرسوني رئيسا لهذه الحركة أصدرت بلاغا أو بيانا تعبر فيه عن موقفها من ذلك وتعلن البيعة لأمير المؤمنين طبعا في إطار الكتاب والسنة والمعروف هذا أمر موجود تاريخيا وكما قلت لك موجود في وثائقها ومن الوثيقة هناك وثيقة أساسية تتحدث كذلك عن هذه القضية وثيقة التوجهات واختيارات حيث تم تدقيق هذا الموضوع ونعتبر أن إمارة المؤمنين في المغرب هي مؤسسة الملكية هي مؤسسة أساسية وضرورية وأن هذه الشرعية الدينية نحن جزء منها ونسعى إلى دعمها وليس لدينا أي خلاف معها المؤسسات التي تنبثق عن إمارة المؤمنين نحن نعتبر أننا نتكامل معها في الأدوار ونتكامل معها في الأعمال هي تقوم بوظائفها الأساسية المجلس العلمي الأعلى له وثائف التأطير ووظائف الفتية في إطار قضايا الشأن العام وهذه لا يمكن أن نقوم بها نحن تلف هو يقوم بهذا الدور ونحن الجهد التأطيري التربوي التوعوي هو يقوم به بجهة رسمية ونحن نقوم به في الفضاءات التي تتح لنا على المستوى الشعبي وعلى المستوى العام خصوم الحزب العدلة والتنمية يهاجمونهم من خلال بعض تحركات حركة التوحيد والإصلاح وبصفة خاصة في علاقتها الخارجية ويتهمونهم مباشرة حتى لا أقول تخابر بالانضمام لتنظيم العالمي للإخوان المسلمين أي علاقة لكم بهذا التنظيم؟ أولا هذه القضية في كل مرة نصححها وصححناها لعدد من المتتبعين وكذلك لعدد من الإعلاميين ولكن مع ذلك البعض منهم غفر الله لنا ولهم يصرون على هذه القضية لم نكن في يوم من الأيام عضوا لأي تنظيم أجنبي ولم نكن في إعلامي عضوا أو فرعان للإخوان المسلمين تربطنا علاقات جيدة مع جماعة الإخوان المسلمين ومع عدد من الجماعات الأخرى العاملة في مجال العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية سواء كانت في الشرق أو كذلك في آسيا أو غيرها لدينا علاقات مع الجماعة الإسلامية في باكستان وفروعها الممتدة في آسيا وكذلك مع جماعة الإخوان المسلمين ومع جماعات أخرى مثلاً في السينيغال وفي موريطانيا التي ليست لديها أي ارتبطات بإخوان المسلمين طبعاً ما لا يمكن أن ننكره هو أنه كان لأدبيات ولكتب الإخوان المسلمين التي كانت سابقة من حيث التأسيت ومن حيث الاجتهاد في هذا المجال كان لها حضور في تكويننا وفي تربيتنا خصوصاً بالنسبة للأجيال الأولى من حركة التوحيد والإصلاح وهذا جعلنا قاربين من هذه المدرسة لكن لم نكن في أي من الأيام أعضاء في هذه الجماعة وما زلنا نحتفظ بعلاقاتنا ونرى أن هذه العلاقات التي تنبني على الاستقلالية وعلى الحرية لا تؤثر لا على قرارنا ولا على اختيارتنا طبعاً أقول بأن هذه الاتهامات نحن نوضح أنه غير موجودة وأنه غير صحيحة مع ذلك يصر البعض هذا كما قلت هو يدخل في إطار ما يمكن أن يصطرح أي بنوع من تشويش على استقلاليتنا نحن حركة مستقلة سواء في قرارتها في اختيارتها حتى في تمويلها تمويل حركة التوحيد والإصلاح هو تمويل ذاتي من خلال المساهمات التي يؤديها أعضاء حركة التوحيد والإصلاح والكل يعرف اليوم أن أعضاء حركة التوحيد والإصلاح من واجبات العضوية عليهم أن يؤدي شهرياً 2.5% 1.5% من دخله الشهري وهذه هي التي تمر إزكيو والتمويل يكفي طبعاً هو لا يكفي وبالتالي عدد منهم يعطي أكثر من 1.5% وطبعاً الحركة عندما توفر لها رسيد من المال تستثمره والكل يعرف استثمارتها اللي هي بدرجة أساسية في مجال التعليم وبعض المؤسسة التعليمية أصبحت معروفة أنها حركة التوحيد والإصلاح إما هي التي أنشأتها أو اللي هي في التعليم الخاص من غير ذلك ليس هناك أي شيء أي تمويل لا داخلي ولا خارجي طيب هذه الاتهامات اللي قلتي أن البعض يصر عليها شفناها حتى في الإعلام العمومي من طرف بعض النشاطاء السياسيين وكانت حتى بشكل خطير وكان فيها تلمية حتى للتخوين والعملاء وأنتم الآن يعني تصرون على أنها عاد شيء غير موجود وإحنا بلغنا أنكم طلبتو حق الرد مثلاً للهيئة العليا للتصال السماعي البصري ورفضات صحيح شنو الدفوعات ديالة اللي باش رفضات شكراً على هذا السؤال أولاً مزيان أنه بقينا سنوات وإحنا ما نرده إعلامياً ونصح إعلامياً ولكن في كثير من الأحيان هذا الرد الإعلامي والتوضيح لا يجد صدل ومناسبة أحد البرامج الحوارية اللي كان في القناة الأولى كانت هناك اتهامات خطيرة الحركة تحلص لحل أقل على مستوى اتهامة أنها تشكيك في كونها جمعية مدنية تشكيك في كونها تشكيك لا اتهامها أن لها أجندة أو لها مشروع مجتمعي مناهض للديمقراطية والحقوق في بلاد وكذلك اتهامها بأنها عضو أو فرع من تنظيم أجنبي وأنها تجتمع مع قيادات أجنبية من أجل مناقشة الوضع في البلاد وهذه كلها اتهامات خطيرة فقلنا هذه الاتهامات عوض أن نصح فقط إعلامياً لجأنا إلى الهيئة العليا للسماعي البصري لكي تنصفنا وتمكننا من حقنا في الرد خصوصاً أن القانون يمنحنا هذا الحق طبعاً نوضحنا كل هذه الاتهامات وهذه الملغلطات وفندناها في مراسلتنا وكنا نود أن تتاح لنا الفرصة لذلك لكن جواب جواب العليا للسماعي البصري لم يمكننا من ذلك واعتبر أن حضور أحد ممثلي حزب العدالة والتنمية الذي رد على قضية واحدة من هذه القضايا كوننا لسنا عضو في نظيم الدولة الإخوة المسلمين وأننا جمعية قانونية تعمل في إطار القواني الجاري بها العمل اعتبر هذا رداً كافياً وأن يكون ممثل من حركة التعطلح يفند كل هذه المغالطات وكل هذه الاتهامات خصوصاً أنها كما قلت تصب في آخر المطاف في وعي المشاهد أنها حركة ليست مغربية وأنها تتخابر وأنها تريد أن تؤثر في المغرب صحيح وخطورة هذه الاتهامات أنها تصب تجاه الإحاء بالعمل والتخوين وكذلك لمصادر تمويها على أنها مشبوهة إذن شنو لكم من أكون مثلاً ناكم تلجئوا القضاء اللي أعطيكم حكم وإبراء الدم بشكل نهائي بالنسبة لبعض المنابر الإعلامية لجأنا إلى مسترة القضاء من أجل رد الاعتبار وفعلاً سنسعى في المستقبل إلى لا أقول وضع حد لكن إلى سلوك هذه المسترة من أجل تقليل من هذه الاتهامات ما أمكن وش ربما هذا تقصير منكم من ناحية التواصل اللي كي يجعل مثل هذه الأمور كتكون كترة لا قد يكون قد يكون جزء منه لكن في الحقيقة هناك نوع من الاستهداف نحس به في بعض المراحل خصوصاً التي تكون فيها محطات استحقاقات انتخابية ساخنة نحس أنه يكون هناك استهداف في محاولة لتشويه الصورة عند الرأي العام أقول يكون استهداف سياسي أكثر منه يعني استهداف موضوعي علمي فكري بالتالي في كثير من الأمور نغض الطرف عنها لأنه لا أساس لها ولا تستدعي لكن في هذه المرحلة رأينا أنه بعض التهم هي تهم خطيرة ولا يلق بحركة تحدي الإصلاح لحركة وطنية مغربية لها جذورها أن تترك هذه التهم تلتصيق بأذها النس فسنلجأ إن شاء الله إلى تصححها وإلى بدل جهد تواصلي أكثر سواء على المستوى الإعلامي أو على المستوى القانوني طيب المجتمع المغربي مجتمع متحرك يعني يتطور ويواكب السيرور السياسية والاقتصادية في المغرب مجتمع شاب في شموليته أشنو رأيكم أنتوما ورأيكم المبدئي من مسألة الحريات الفرضية في المجتمع المغربي لأن البعض يتأمكم كذلك بمحاولة لجم هذه الحريات أولا لم يصدر عنها أي شيء يدعو إلى لجم الحرية عموما فأنا أتبر بأن الحرية هي جزء من المبادئ الشرعية مبادئ الإسلامية التي جاء بها الإسلام أصلا وأعطى فيها يعني أعلىها إلى مستوى كبير جدا أن هذه الحرية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنه الله سبحانه وتعالى جعلها على مستوى الاعتقاد يعني يمكن الإنسان أن يؤمن وأن يكفر فما بلك بالممارسة معينة يعني دون الإيمان والكفر إذن بالتالي لا يمكن أن نكون نحن ضد الحرية الآن في جميع دستير العالم في جميع دول العالم هناك فرق بنا الحرية عموما هي مكفولة للجميع لا يمكن أن هناك تنظيم للحريات هذا تنظيم سواء كان في الإعلام سواء كان في الفضاء العام إذن أنا بالنسبة إلي على مستوى الفضاءات العامة لا بد أن يكون للدولة تنظيم لهذه الفضاءات وبماذا تنظمها؟ تنظم انطلاقا من مرجعيتها سواء كانت دينية أو حقوقية قانونية والمجتمع المغربي مجتمع وسلم لا بد أن تنظم هنا نحن بيننا وبين المخالفين الدستور والقوانين المنظمة هي التي تحكم أما بالنسبة للممارسات الفردية التي تقع هنا أو هناك فنحن عبرنا سواء من خلال الصريحات أو بيانات أننا لا يمكن أن نقبل أن يقوم أشخاص أو أفراد بتطبيق القانون من ذوات أنفسهم الناس لهم الحرية والسلطات المختصة هي التي لها الحق فقط أن تطبق القانون وقضية الحريات الفردية يجب دائما أن نميز بين الفضاء العام والفضاء الخاص إذا كانت بعض الأمور في الفضاء الخاص لا نسعى ولا يجب أن يسعى أي إنسان لا إلى كشفها ولا إلى يعني لا إلى كشفها ولا إلى يعني تضييق عليها لكن الفضاء العام هو فضاء مشترك من حق الدولة أن تنظمه بالدستور وبالقوانين ونحن معهد تنظيم الدستور القانوني هل تجاوزتم حادثة فاطمة وعمر وكيف؟ طبعا تجاوزناها منذ مدة تجاوزناها من خلال اتخاذ قرارات في حينها عندما كان الأمر آنذاك يعني مشتعلين قبل سبع أكتوبر وفيما بعد والآن بالنسبة لنا في حركة سحيد الإصلاح هيئاتها الهيئات التي كانت كان العضوان فيها مثل المكتب التنفيذي أو بعض الهيئات المتفرعة عنها الآن تم تعويض هذا الشخصان سابقا في الحركة الذين نحتفظ لهم طبعا بالتقدير وعلى ما كانوا قدموه ولم يعود لم تعود تشكل بالنسبة لنا في كما أقول في الحياة اليومية لا للحركة وكذلك على المستوى العام لم تعد حاضرة بشكل يمكن أن نقول أنها تربك أو شيء تجاوزناها ولله الحمد ونساء الله سبحانه وتعالى أن تجد حلا نحتب نسبتي لهما أيضا طيب أستاذ عبدالرحيم الشيخي شكرا لك على استجابة الدعوة وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله شكرا جزيلا اشتركوا في القناة